بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنتابع في كتاب الصيام بفضيلة شيخ الإسلام الإمام عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه في فضائل ليلة القدر رابعا سلام هي حتى مطلع الفجر ما هي إلا سلام أي تسليم الملائكة والروح على أولياء الله تعالى وأهل طاعته وعلى أهل المساجد وعلى كل مؤمن ومؤمنة سوى مدمن الخمر ومصر على معصية ونحوهما كما تقدم فتسلم الملائكة على المؤمنين والمؤمنات ويقرؤون عليهم السلام من ربهم تبارك وتعالى كما ورد عن السلف الصالح ولهذا تنزل السكينة والسلامة ويحل الأمان على أهل الإيمان ويمتد ذلك حتى مطلع الفجر والحمد لله رب العالمين